اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نحن اليوم نشارك في مسيرة دعم فلسطين وضد صفقة القرن باسم منظمة المرأة الاستقلالية والاخوات الحاضرات يؤكدنا على ان مسألة دعم فلسطين هي مسألة جوهرية لاسيما في ادبيات حزب الاستقلال وفي كل مواطن دين اخوة وامتداد مغربي احنا اي شيء يمكن ان يمسى شرعية فلسطين فنحن ضده ففلسطين ليست للبيع وليست في المزاد العلني فلسطين يجب ان تبقى حرة ويجب ان تتحرر والقدس يجب ان يكون عاصمة لفلسطين ويجب ان ينتهي الاستعمار بفلسطين هذا مع المتحدة المغربي اليوم جينا نقدم الرسالة الرسالة وهو اكتالي نعتبر بان القضية الفلسطينية هي قضية ملك وشاب هي قضية اولا الفلسطينيين وهي قضية حق وهي قضية وجدانية بالنسبة لنا بالنسبة للمغاربة بالنسبة للامة العربية وبالنسبة للامة الاسلامية ويمكن اعتبار بان هي كذلك وجدانية بالنسبة لكل ديانات بحكم ان هناك القضية القدس وجاءت ملك مع البابا فهما وضعوا نداء للدفاع عن هذه المدينة ونعتبر اليوم بان لا يمكن ان تكون هناك اي صفقة ضد ارادة الشعب الفلسطيني وبالتالي لا يمكن الا ان يتم اشراك السلطة الفلسطينية للتوصل لاي حل والحل معروف وهو ان تكون هناك دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ونعتبر كذلك بان من بين الامر الاساسية التي نبغي التركيز عليها اليوم وهو اننا من ضروري ان نقدم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني وان نبين لهذا الشعب بان قضيتهم هي قضيتنا واننا متضامنين معهم في محنتهم الاضافة الاساسية وهو ان تبين بان الشعوب العربية والاسلامية فهي لا زالت متعبئة من اجل نصرة القضية الفلسطينيين ومن اجل احداث الدولة الفلسطينية عاصمة القدس الشريف اولا هاد المسيرة هي مسيرة وطنية ديال الشعب المغربي الذي عودنا دائما انه كلما تعلق الامر بالقضية الفلسطينية بالقضية ديال الدفاع عن فلسطينيين عن الحقوق ديال الفلسطينيين الغير قابلة للتصرف كان دائما في الصفوف الاولى بل هو ربما الشعب الوحيد الذي دائما كلما احس يعني بالفطرة دياله بان القضية الفلسطينية ستتعرض للتصفية او ستتعرض للتهديد تخرج بقوة واليوم الخروج ديالنا الى جانب كل القوى الوطنية الى جانب الشعب المغربي هو خروج ضد ما يصطلح عليه بصفقة القرن هي صفقة الهدف منها هي يعني عبارة عن واحد نوع من تمويه بان القضية الفلسطينية هي قضية اقتصادية وانه يكفي المال وتكفي التنمية الاقتصادية لكي تذوب هذه القضية وفي الحقيقة الصفقة القرن هي الصفقة ديال التصفية ديال القضية الفلسطينية هي التي ليست هي قضية اقتصادية هي قضية سياسية بالدرجة الاولى هي قضية سيادة ديال الشعب الفلسطيني على الاراضي دياله وعلى العاصمة دياله القدس الشارف لذلك نحن هنا اليوم لنقول بأعلى اصواتنا باننا ضد هذه الصفقة التي تريد تصفية القضية الفلسطينية وبأننا مع الشعب الفلسطيني ومع القوى الفلسطينية الوطنية التي تدافع من أجل تحرير أرض فلسطين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف نحن اليوم ننتظم كالعادة وكشعب المغربي في مسيرة موحدة من طرف كل الاتجاهات السياسية والفرقاء النقابيين والشبيبات والمرأة في كل الاتجاهات من أجل أن نناهض حمقات ترامب يعني هذه الحمقات ولماذا هي حمقات؟ لأن هذا الرجل تنكر لكل المقررات الدولية ولكل ما اكتسبه الشعب الفلسطيني بنضاله من أجل أن يكون عضوا دائما مراقب في الأمم المتحدة ومن أجل أن يكون عضوا في جميع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة هذا الرجل باتفاق بأمر من نتانياهو وبأمر من اللب الصهيوني الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية لأيباك وكذلك المنظمات المسيحية الصهيونية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي يعتبرها هي التي بوأته من أجل أن يكون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية لينفذ تعاليم الصهيونية هذا الأمر نحن نعتقد أن هذا الرجل يقول قص عاصبة إسرائيل يقول أن الجولان هي تابعة للسيادة الإسرائيلية ويقول سفيره في السعودية أن المستوطنات المستوطنة الإسرائيل من حقها أن تكون لها السيادة الكاملة على المستوطنات هذا الرجل بأي حق يتحدث هل له ممتلكات اسمها كل هذه الأشياء التي ذكرنا ومن حقه أن يفوتها لأي نكان بينما الأمم المتحدة ومقررتها يجب أن نقول لترام شيء واحدا هو أن القرار ذي التقصيم رقم 181 القاضي بتقصيم فلسطين نحن أيضا لا نعتبره لأنه مقرار ذي الأمم المتحدة والأمم المتحدة هي التي أقام التقصيم إذا انتهت المقرار تقصي زيد المقرارات اللي بغي ذي ولماذا لا نقول أن الضحايا من موسى أطفال ونساء وشباب فلسطيني يسقط كل يوم وهو أكثر صمودا وتباتا من أجل دولته المستقلة وعاصمة سور القدس هو أكثر إيمانا من الذين تزهقوا روحهم أو يرموا بأطفال المسيرات هي تضام المطلق مع هؤلاء الذين يموتون أن الشعوب العربية والإسلامية أنه معاه ونحن وهم يعتزون بمواقف الشعب المغربي وبحضوره الدائم من أجل مناصرة القضية الفلسطينية نحن مستعدين مستعدون ماليكا وحكومة وشعبا ولا شك أن مواقف جلالة المالك اليوم القاضية بأن اتفاقية القائل لا علم للمغربي بيها المعلوم أن الشعب المغربي بكل قباه الحية كان وما يزال يقوم بالجهد الممكن لنصة القضية الفلسطينية من موقعي هنا جغرافيا ولكن لا يمكن أن ننظر إلى المسيرة كأنها لا يفيد شيئا بالعكس المسيرة أقل الواجب تجاد القضية المركزية من سبيل الشعوب الإسلامية لأن على الأقل ستحيي فينا الفكرة وتجعلها حية في ضمائرنا في عقول في قلوبنا وهي رسالة يحتاجها الفلسطينيون هناك على بعد عشرات ألف الكيلومترات ولكن المهم اليوم المسيرة هي فرصة لكي نجدد تضامن المغربي الإجماعي على هذه القضية ولكي نحيي الصمود الفلسطيني وصمود المقدسيين ولكي نجدد مواقفنا التابتة والراسخة رسميا وشعبيا على رفض كل المناورات التي تسهد في القضية الفلسطينية سواء تعلق الأمر بالمساس بالقدس ووضعه القانوني سواء تعلق العمر بالسعي للحيل لدون رجوع اللاجئين استدامة السيطان بالقطاع السعي لفرض الشرعية باحتلال الإسرائيل لبعض البلدان العربية يعني السيطرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية وغيرها من القضايا التي نرفضها جميعا مما يعني تحدث الإعلام اليوم على أنها من مكونات صفقة القرن المشؤومة إذا كانت صفقة نية هذه فنحن نرفضها جملة وتفصيلا المغاربة في هذا متفقون مجمعون ونقوم اليوم أخرى بهذا الواجب والحمد لله أن المغرب كما يشهد له في العالم يقوم بضور كبير جدا بقية جارة الملك فاليوم هذه فرصة لكي نجدد العادة على هذا الدم على هذه المساندة الذي يجمع المغاربة أكثر من ما يفرقهم سواء في قضايا المحلية الوطنية لكن القضية الفلسطينية هي من أم القضايا التي تجمع المغاربة الحمد لله ليس بينهم اختلاف إطلاقا سواء تعلق عمر بالمواقف الرسمية أو المواقف الشعبية من أحزاب السياسية وجمعيات ونقابات الحمد لله هذه نعمة من الله وهذه نقطة قوة لهذه القضية والحمد لله نحن نعتز بالتقدير إخواننا الفلسطينيين للموقف المغربي فلذلك هذا الإجماع بين الأحزاب والنقابة والجمعيات هذه مطار أتزازنا ويجب أن نستمر في هذا يعني خلافاتنا في شأن المحل لتصر في قنوتها ولكن هذه قضية أكبر وتعلو على كل القضايا الأخرى الشعب المغربي اليوم يخرج في هذه المسيرة الرمزية بمناسبة ورشة البحرين التي ستنعقده خلال يومين هذه الورشة التي ستنعقدها يعني رفضها الشعب المعني الشعب الفلسطيني رفضها بكل أطيافه سواء السلطة الفلسطينية أو الحركة المقاومة الإسلامية حماس أو الجهد الإسلامي اليوم الشعب الفلسطيني كله مجمع على رفض هذه الورشة لأنها لا تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني وبالتالي نحن اليوم بشعب المغربي بقواه السياسية والنقابية والمجتمع المدني هذه مسيرة تعبر على وقفة الشعب المغربي الذي طول السنوات الماضية منذ الاحتلال إلى اليوم دائما الشعب المغربي يقف مع الشعب الفلسطيني من أجل عودة اللاجئين من أجل نيل حقوقه كاملة من أجل أن ينال الشعب الفلسطيني دولته وعاصمته القدس من أجل كذلك أن تطبق جميع القرارات الدولية التي اعترفت سواء مجلس الأمن الدولي أو كذلك منظمة الأمن المتحدة في حين يأتي ترامب اليوم في آخر لحظة ويقول سأعطي القدس لإسرائيل سأعطي الجولان لإسرائيل مخالفا المصار القانوني للمنظمات الدولية وللأمن المتحدة وهذا ما نستنكره جميع اليوم المغاربة اليوم بكل أطيافهم اليوم كل تلويناتهم اليوم السياسية يساريها يعني أحزاب إسلامية كل أطياف اليوم تعبر تعبيرا واحدا عن رفضها لهذه الورشة التي يرفضها الشعب الفلسطيني فلسطيني إن شاء الله فلسطيني إن شاء الله القدس إن شاء الله ما كان يتصلف القدس وأن من ضع به لا يدى الله اللا أنتو المسلمين لانتو المسلمين انا واحد من مواطني لمغاربة جيت الى هنا ايه كان عبر بالصوت ديالي على التهموم ديالنبه هاد القضية الفلسطينية وكان رفضها هاد الرفقات على هاد الصفقة ديال القرن فلسطين عربية وغطقة عربية وفلسطين اسلامية وفلسطين ارض السلام وهذا الشي اللي بغوا يديره في فلسطين فهو رمز الاستبداد هاد الصفقة هاد هي هي كتخذل الشعب هذه المسيرة كتعود على صوت الشعب الشعب المغربي دائما كانوا مع الرئيس مرسي فهو رئيس مدني منتخب كان نظام قلب عليه الصلاة والسلام فإذا احنا ما انا اشعر بالفخر والاعتزاز بهذه المسيرة العظيمة التي خرجت تمثل عن الشعب المغربي بكل احزاب وبكل جمعيات المجتمع المدني بالقرب من البرلمان يخرجوا ليقولوا لا لصفقة تصفية القضية الفلسطينية ونعم للقدس عاصمة للدولة الفلسطينية هذا يعطينا شعور اننا لسنا وحدنا في المعركة وانما معنى عمقنا العربي والاسلامي والدليل ان الشعب المغربي بكل مستوياته من جلالة الملك رئيس رجل القدس الى الاحزاب الى الحكومة الى الشارع المغربي الى كل مواطن مغربي يرفع صوته اليوم ويرفع العلم الفلسطيني ويرفع شعار ان القدس عاصمة للدولة الفلسطينية هذه رسالة مهمة لنا تطمئننا ان المستقبل سيكون لنا ولا يصح الا صحيح ان شاء الله موسيقى